السلام عليكم حبيباتي سلام يا البنات وشراكم انشاء الله تكونوا كامل بألف خير طلت عليكم فيديو جديدة انشاء الله يا ربيتنا لإعجابكم وأكيد بإذن الله راي رايحة أتفيدكم دائما مع تحضيرات لشهر رمضان الكريم قولوا لي انتو ما شكوا ديرين فيها يا أخياتي كاش ميناش كاش نتوياج كاش ما وجدتو كاش مرميتو كاش حاجة في كونجيلاتور شاركونا في كومنتر ويعني بزاف أخواتي يكتبوا لي يقولوا لي راني ساميرات ومنا نقول لك حبيبتي يهتمي بصحتك هي الصح ومبعد يجو التحضيرات لانو الصحة كيتروح ما تعاوجتو لي ولكن رمضان راح يعاود ويعاود وانشاء الله ينعاد علينا وعليكم أعوام عديدة وينعاد علينا ويدخل علينا وعليكم بالصحة أولى هنا خياتي دونك الانسان يهتم قبل بصحتو ومبعد كيما يقول لمثل لو سخت عام راح يتنحى في نهار أهم شي هي صحتنا يا خياتي ويا البنات هنا يا البنات مقبل ما نشوفو كل التفاصيل درت شوي حويجات داخل اليوم استعملت هدا لايف كيما را كنت شوفوا معايا هدا اللي راهو نقول لكم بالذوق تعل فخونبواز هدا مشي حاجة يناكلوها راهو بالرائحة تعل فخونبواز يعني هادي أول مرة نستعمل هاد الريحة هادي وكتعرفوا يعني الفخونبواز والريحة تاعو يعني أول مرة استعملتوا صدقوني ويا البنات يمدوا واحد الريحة منعيشة وهايلا في الحوايج ودو مدة طويلة اليوم عندي هدا البيضو انتع زجري ثلاثة أونس ورا متوفر البنات تلقاوها بكينتع ثلاثة كينتع عشرة ري ثلاثة يعني سختولي تكون أفراد العائلة بزاف وعندها بزاف فدرالي وتخسل بزاف يعني من الأحسن واحد يشري هدكتع عشرة ري ثلاثة راح يسقام لكم موانشا ويشدلكم تاني مدة طويلة ودو كخياتي راني رايحة نشارك معاكم وشك مونديت من عند لاباج انستغرام نوغا تونيزيان كنت شفتهم في لاباج ديلها وعجبوني بزاف بزاف ونحييها على الخدمة ديلها على صنعت اليدين كي ما يقولون نحيي كامل بنات بلادي اللي راهم هكدا يحبوا يخدموا يسترزقوا سواء انخياطات حلواجيات نقولكم ان شاء الله ربي كامل يوفقكم حبيبة قلبي نقولكم برافو يعطيكم الصحة ونوغا تونيزيان تاني حبيبتي نقول لك يعطيك الصحة عجبوني بزاف بزاف كي ما اشتهم في لاباج كي ما لحقوني هامليك هنايا هذا شبح الصفران نحتاجه في شهر رمضان الكريم يعني بزاف باش نزينوا بها الطاجين اللي حلو دينا ناس الشرق تاني يستعملوه بزاف في طاجين تاني الحملة حلو يمج الشكل بزاف شباب ويعني بنين اكو تشوفوا معايا دلاتوا باشكال مختلفة كين قلوبة ما كيننجو ما كينهليلات شو كيفاش يجي الطريق ويجي مع السلل داخل اقول هاي يعطيك الصحة نوغا تونيزيان دونك انتوما اخياتي لي ما تقدروش تخدموه ولا كي خدا ما ملحقتيش ولا مريضة وحبيتي يعني هكدا عندك عرضة وحبيتي تزيني الطابق تاعك تعتاجين لحلو في شهر رمضان الكريم غني خليتلكم هنا رقم الهاتف باش تطلبوهم من عندها راهي ديرتاني حتى لفوندو تخت هادوما كي ما كتشفوا فيهم معايا انا كمونديتهم عليها هادوما راهم حلوين لاني المالحين حدرتهم انا في الدر قلت النقص عليهم احو مليك عاجبوني بزاف الشكل ديالهم متحف كين اووال كين هكدا مدوري انا كمونديت هادوما حلوين وانتوما تاني يعني لكن حبيتوهم حلوين ولا مالحين يعني كي ما تحبو انا برك هادوو الحلوين قلت لها نقصيلي شوية سكر هاكدا باش نتفادوا شوية الحلاوة انتو ما تاني لا كنتو حابينهم نقصين شوية سكر ما تحبوهم مش حلوين بزاف يعني اديلكم على حسن الطالب اديلكم الشكل تحهم بزاف شباب ويدوبوا في الفمخياتي واذا كنتو حابين انتو ما تاني تطلبوهم رح يوصلكم حتى باب الدار على خاطر كيما يقولوا على بلكم سيفغي تباعوا في المحلات ولكن مش كما حاجة لتتخدم في الدار على بلكم فرق كبير ما بين حاجة في الدار وحاجة المحلات نصحكم بهم نوغا تونيزيان لاني عندي ثيقة كبيرة فيها وعلى بالي بلديرهم على النظافة وعلى النقا ان شاء الله دوك اخياتي رح نشارك معكم انا كما قد لكم فون دو تاخت يعني كمية تكون مليحة شوية لشهر رمضان الكريم رح نعملوهم مالحين هنا في الكيف تا البيتخان ديالي حطيت 250 قرام زبدة تا البيتخان تا هادي الرابع يعني تمد واحد القاوام هايل وعندها الذوق تا الزبدة دونك هادي تونبلاسي الزبدة لي ما عنداش العجنت قد تحضرها غير باليد راهي عاجينة بزاف سهلة بعد ما حطيت 250 قرام تا زبدة الرابع مباشرة رجعت الميزان ديالي للصفر ووزنت 500 قرام تا فارينة درت عليهم هنا شوية تا أعشاب عطرية نزيدهم غرفة صغيرة مع مراتة الملح عندي شوية تا العكري عندي هنا شوية ورشة تاعتوم بودرة وراني رايح نبسس كامل هاد المكونات بالعجان يعني احسن نحضروها هاكدا بالبيتخان تمتم لي عندها بيتخان ولي ما عنداش كي ما قوت لكم تحضرها غير باليد راهي سهلة تبسي هنا باليد قبل هاديك الفارينة مع الزبدة ومبعد هنا جبت زوج حبات بيض نضربهم هاكدا واني رايح نزيدهم هنا داخل العجان حتى تنطم معايا العاجينة هي نرمال موزج حبات بيضة حطمنا الكمية هادي تاع الفارينة ولكن ساعات حجم البيض يكون صغير ودي فواتاني نوعية تاع الفارينة تتبدل لذلك اذا كنشتوا العجينة ديالكم منطمتلكم شملي احنا قدروا نزيدو زوج مغارف كبار تاع الماء ولا زوج مغارف كبار تاع الحلي بيكونوا باردين وفالا هنا تحصلت على القاوام المطلوب شوفوا هادي العجينة تقريبا كشغل القاوام تاع عجينة السابلي انا صراحة يعني فريفون دو تاخت الملحين اه من القاش احسن من هاد الوصفة هادي يجو بزاف ابنان وتاني يعني حتى في الشكل تحوم يجي هايل العكري اللي درنا هالبنان تحيطينا لون بزاف شباب توميلا كنتوا تحبوهم حارين تقدو ديروا عكري حار في الميت العجينة ديالي وخريتها تريح في التلاجة هاداك الوقت نحو نحضروا مع بعض العجينة تعميني مطلوعات اللي نحتاجوهم تاني في شهر رمضان الكريم باش نلافقوهم مع شربة في العجين ديالي حطيت كيلة تاع سميد القيق حوالي 300 قرام نزيد معاها كيلة تاع فارينة نغربلوهم وهنايا عندي حوالي نص كاس تاع ماء يكون دافي نحط عليهم غرفة كبيرة تاع خاميرة الخبز وغرفة كبيرة تاع السكر نخلطوهم هاكدا يملح ونخليوهم تكوتي يتفاعلو ولا يعني مشي لازم어야 يضعف الحجم ديال الخميرة هاديك الموهم يعني قسمتو تدوب شوية هادسك الخميرة و يدوب شوية هادك السكر أهنا يا درت العجين راه يخلط هادسك السميد و الفارينة نخلط قبل هاد المواد الناشفة هادى اهنايا يخلاص كيما قلت shape هادك الخميرة froяли دابت شوية نخلطوها مليح مليح مع هادسك السكر ونزيدوها الليهنة نبدأ ونزيدوه هنا في المدافي شوية بشوية حتى تحصلوا على العجينة عندها نفس القاوم تعال العجينة تاع المطلوع هنا زيت مغرفة صغيرة تاع الملح ونخلو العجان يعجن كيما قلت لكم لي ما عنداش العجان ما عليها فقط تحضرها باليد تاني واحد العجينة بزاف سهلة وما التعبش كامل هنا بعد ما تعجنت لي العجينة في الاخر كامل زيت لها مغرفة تاع زبدة الرابع هايليك هنا بعد ما تخلطت الملح وتحصل تعال القاوم المطلوب نشوفوا معايا هاداك يعني القاوم تعال العجينة هايليك تكون عجينة طرية وتلسق نوعا ما هاوليك هدا هو القاوم لبنت اهنا يدو كان طمها برك مليحة هاكدا نغطيها بفيلم اليمانتر ونخليها ترتح يعني نخلوها حتى يتضعف الحجم ديالها هاداك الوقت العجينة ديالي كانت ريحت عجينة تعال المملحات هايليك هنايا شوفوا العجينة تعالنا كيفاش يولي اللون ديالها اهنايا نشكلوهم فليطافليم الليمول تعالي تاختولات يعني الليمول ليكونوا عندكم بما انه يعني احنا رفقوهم معا شربة وكامل اه دونك اه تقدروا ديروهم في هاد الليمول تعالي تاختولات هاكدا مدورين تحبو ديروهم اوفال وشيكم توفر عندكم انا شكلتهم هاكدا في هادوما وزيت شكلت تاني في هادوك الليمول تاع المهرس تاني باش ندير مملحات تاع المهرس وان شاء الله يعني لما نديرهم في شهر رمضان الكريم راني رايحة نشارك معاكم مليف فاقص اللي نديروهم على كل حال شاركت معاكم العديد العديد من المليف فاقص اللي يعني درناهم من قبل في الفيديوهات السابقة هنا شوفوك يعني بعد ما نلبسوهم في الليمول نضغطهم مليح مليحة على الجوانب هاكدا باش العجينة تاخد لا فاهم تاع المول ديالنا هاكدا ننكمل هاكدا بنفس الطريقة حتى نكملهم كامل ومبعدا نبيكيوهم كامل هاكدا بشوكة كما نقدرو بعد ما نبيكيوهم ندخلهم شوية للتلاجة حتى يحكموا روحهم ومبعدا نطيبوهم انا يعني غير بيكيتهم دخلتهم للفرن ما سنيتهم ش كامل لاني يعني كما كتشوفو اللي عجينة فونسيتها مليح في الليمول وتاني اللي عجينة تاني خدمتها بمقادير مضبوطة هاكدا يعني هاكدا نحن تحصلوا على واحد اللي تاخد مالحين بزافة بنان معطرين كما شتوا بالتوابل ومعطرين بالاعشاب العطرية يعني راح يجو بزاف هايلين مقبل ما نطيبهم ونشوفوهم جاهزين هاموليك خياتي الفرن اللي اني رايحة نستعملو اليوم بزاف لو كنت حوسوا على هاد الفرن فرن السعادة اليوم جبتلكم واحد الفوق بزاف شباب راهو كامل اا اينوكس شوفوا هو على برا كيفاش يجي اا يعني كيتطلبوه يجيكم هاكدا كامل الامغلف لازم نحولو كامل هادا كالغلف هادا ليجي هاكدا من الفوق لي يعني يعتبر كحماية للفرن دياننا وبعد غيرت نحيوه راح تشوفوا الفرن تاعكم يعني كيف الشباب صدقوني يعني مراية وجاه كمره ورايح يبن في الفوق هادا بالنسبة للا كاليتي تاعو نوعية جيدة خياتي ما كاش ما احسن من ال اينوكس كنت عارفوه يعني اولا شوفوا بالشكل تاعو انيق بزاف شباب مامي لا ما عندكش هاكدا كيما نقولو ساحة ولا لوجيا وين تحطيه مامي اذا كان عندك امتيكوان في الكوزينة تحطيه شوفوا المنظر تاعو بزاف شباب والاينوكس كيما نقولكم دايما يعني ما يديمو داش حاجة بزاف شباب وحاجة تاني اللي تسخن يعني كي على بلكم الاينوكس كي يسخن يا واش طيبي فيه تمتمي طيب وتاني سهل في التنظيف اديالو اه كين متوفر خياتي تاع القاز دوفيل وكين تاع القرعة وانتي يعني تجيبي الفرن اللي يساعدك اذا كان مثلا ما عندكش قاز دوفيل في هاديك الماكان تستعمليه بالقرعة تاني يطيب ما شاء الله هاولي كيما قلت لكم شوفوا مرايا يعني وجهكم ولا يديكم يبانو بيبانو فيه اه هذا اللي فيه تقريبا تمانين سنتيمات خياتي بالنسبة للسعر دار زوج ملاين او تسعمية او خمسين الف والتوصيل راهو مجاني اه بالنسبة يعني للسعر او داخل فيه تمن التوصيل اكو على بلكم حاجة كتكون تقيلة في الميزان اه توصلتها حيث قام غالي شوية هاوليك الداخل كيفاش جاي اه متحوف خياتي خدمة متقون الله يبارك خدمة بزاف شابة كيما كتشوفوا على عينيكم خدمة ما شاء الله اه تاني يشعل الفوق والتحت على ضربات حبو تشعله غير الفوق كيما تحبو غير التحت كيما تحبو هذا تاني يطيب اللي يرفض لكمية كبيرة عندو هاد الحديدة هادي اللي تاني شوفو تقدروا تحطوها التحت كامل تحطوها الفوق هادي هايلة تاني تطيبوا عليها المطلوع ديالكم مباشراتا ويجي معا هاد البلاتو تاني اللي كمكتو فيه رزين يعني نوعية جيدة تقيل الله يبارك تاني تحطوه وين ما حبيتو فيه دوزيطاش ويجي معا هادي تاني اللي ترفضوا بها اي حاجة ولا تقلبوا بها حاجة داخل الفرن ديالكم وشو نقولكم خياتي يعني انا راني مجربات وراني كسبات وهاد الفرن من قبل وراه وعندي في الدار يعني وشو نقولكم مي طيب ما شاء الله ما كاش حاجة درتها فيه وما جاتش مليحة يعني كل حاجة تجي ما شاء الله شوفو هادو كلي فوند تحت كيفاش طابولي وطيبت كامل كمية على دربة لو كان طيبتهم فهذاك الفرن كاستخيك وتح نقسم الكمية هادية على زوج مي في هادا يعني رح يرفض لكم كمية كبيرة ويعني شوفو ما زلك حتى كين الفيد نقدر نعمرهم اكتر من هاكدا خاصة يعني لي عندهم طلابيات وكامل ولا عد افراد العائلة بزاف ولا هاد الفرن رح يعاونك سواء البيتزا ما نحكي لكمش على القران طيطا ديالو تاني البيتزا تاعو تاني كوشتوها معايا يعني شاركتكم هاد الفرن عدة مرات كيفاش طيب الله الله لانو يشعل الفوق والتحتك وعلى بلكم كين بزاف وصفات نحتاجوا الفرن يشعل الفوق والتحت باش ينجحو كما مثلا البيتزا كما القران طيطا المعجانات وكامل بعض الحلوية التاني وهدا هو الشي اللي يخلي هي طيب في وقت قصير شوفو هادو كليفوندو تاقت انا الفرن هادا شعلت له الفوق والتحت ما قلبتهم ما والو طابوا على ضربة ما شاء الله كما كتفو بوحد اللون دهابي بزاف شباب ومام لا فهم تحو تحهم عفوا نشتو كيفاش راهم بقوا محافظين على الشكل ديالهم ما طاحوش في الفرن اهنا يا خليتهم لبنات حتى بردو ملي حمله ومبعدا نجيبو بوغتمانجين حطوهم الداخل بعد ما نحطو يعني سطر اللولاني يتعمر نديرو ما بيناتهم فاصل بابي كويسان ولا بابي فيلم ومبعد نحطو الكمية الاخرى لي بقاتنا بيانسو كي ما قدكم حتى يبردو ومبعدا نحطوهم في المجمد وكي يعني كي نحتاجوهم في شهر رمضان المبارك نجبدو ونديرو لهم يعني الحشوات اللي نحبوها فالا دوكا مام هادو كتا المهرس لبنات يعني نقدو حتى نقدموهم مع عصائر الضيوف ديالنا في الصهارات وكامل دوكا هنايا نعودو نولو لعاجينة تعميني مطلوعات خياتي انا بعد ما طيبت هادوك لي فون دو تخت لقيت لعاجينة ديالي ضعفة في الحجم ديالها هايليك هنايا ديقازي تلابات ديالي رشيت ما كان العامل بالفارينة ونحلو العاجينة ديالنا دائما بالمساعدة تا الفارينة هنايا بش يبقاوا محافظين على الشكل ديالهم مرة على مرة نقلبو العاجينة ديالنا ونحلوها وفي كل مرة نرشو شوية فارينة ونتأكدو انو العاجينة ديالنا بعد ما نحلوها ما راهيش لسقا في ما كان العامل هاكدا بش كين طبعو دوائر رح يجينا الشكل ديالهم الشباب ما وش رح يتخسر وبالنسبة للسمك ديالهم تقريبا نديرو فيهم 4 ميليمتر الى 0.5 سنتيمتر هنا شوفوا البنات باش تكون عندهم كشغل نوعا ما كشغل قرماشا درت لهم الفوق شوية تع سميد دلقي قدرتوا كامل هاكذا من الفوق ومن بعدها طبعت هاكذا دوائر ديروهم على حسن ما تحبوا الحجم ديالهم بما انهم يعني نحن نرفقوهم عاش ربا نديروهم حجم صغير كيما نديرو اسموها كالبطبط انا هنا كما قدتكم حبيتهم يكونوا بالسميد دونك زيت رمدهم هنا على الجهة الاخرى دونك نرمدهم في سميد على الجهتين وننفضو هاداك سميد الزائد ومن بعدها نحطوهم يرتاحوا شوية هاكذا في المنديل الخاصة بالمطلوع نخلوهم يرتاحوا هاكذا كواحد دا 4 ساعة حتى تشوفوهم بداوي تضعفوا شوية في الحجم ديالهم هنا سخنت الفرن ديالي مليح مليح وشعلتوا تاني الفوق والتحته وسنيوة تاني حتى هي خلتها لداخل تسخون كما كنت شوفو مهم جدا هاد الخطوة هادي هاكذا باش يجونا طريين ويطيبونا تاني في وقت قصر دونك كما قدتلكم ونأكد عليكم سنيوة لازم تكون سخونة نفس الشي مثلا إذا كندرتوا هاداك المطلوع المنفوخ وكامل لازم السنيوة تكون سخونة داخل الفرن باش غل نحطوا المطلوعات تاوعنا يعني تمتم رهم راحين يطيبو وميطولوش وهكذا راح يجونا طريين وميجوناش يبسين داخل الفوق هنا في فالا فتحت عليهم شوفو نحيط الحبات تلقيتهم حمارو ولي كانوا على الجوانب كانوا ما زال ما تحمروش في فالا ستعاود تغلقت عليهم باش يزدوا يكملوا طيبهم هنا يا راهم طابوهم لي كان يكملت كامل الكمية يعني كما كنت شوفو كدرت لكمية كبيرة الله يبارك وطيبتهم في رمشة عين كيما قلتلكم لأنه الفرن هذا كيفو تيسخن يعني طيبو ويش تحبو الداخل كنت طيبت فيه تاني شوفو المطلوع تاني تا المنفخ تا الفارينا اللي فيه غرزو جمو كوينات ولي شاركتو معاكم عدة مرات هاوليك هنا امامكم يعني لي حبو المشاريع كيما قلتلكم خياتي ما كاش ما احسن من هاد الفرن دونك اللي حبيتي تسترسقي في هاد رمضان بهاد المطلوع هذا رح يطيبو لك شوفو ما شاء الله شوفو الطيب تاعو شوفو التحميرات تاعو كيما يعني اللي راي تباع كيما ميبيعو كامل نساو نشوفوهم في الطريق يبيعو في يعني كامل لا ميبيعو في هاد المطلوع هادا هاد المطلوع هادا ما فيش بزاف مكوينات عندك فارينا وشوية خميرة وثاني اللي مليح فيه انه ما يتعبش كامل لا دلك لاعجن لوالو خلطي برق وخليه يخمر زيدي عاودي يخسري له الخميرة مرة واحد اخرى ومبعده قرصيه بورمضيه بشوية تاع سميد الرقيق وهاوليكو طيبه في هاد الفرن تاع السعادة وشوفو النتيجة يعني كتخرجوهم الفرن حتحسو الخبزة تاعكم شوية يابسة مي اكوشتو الخبزة اللولة دي جا راي يولت طريه يعني غيري براك يبدا يبرد يتضربو براك شوية لهوا راح يولي طريه ما شاء الله وهام اللي كميني مطلوعه تاني يشوفو البنات كيفاش طابو يطيبو حميم رين يطيبو ما شاء الله هادو ما نفتحوهم هاكدا في الوسط وكيم اقول لكم نفارسوهم مثلا بشاورمة ولا ينفخ ساع بطبوط وبطن والمايوناز ونديرو لهم وريقات تعشلادة يعني لا فخصهم بعد سهلة انتو ما ديرو وش تحبو وبالنسبة للمطلوع هاولي كيم اقول لكم خياتي شوفو غري يبرد شوية يتضربو براك شوية هو شوفو كيفاش يجي انا دارت تزوج خبزات كبار الله يبارك هاكدا بش تمتم يعني نكملهم والله يا خياتي من اروع ما يكن يعني ما كاش فرق بينو وبين اللي راي يتبع في برا يعني صدقوني اللي راي محبين فرن هاكدا ماكش راحين تندمو ان شاء الله اذا كان اكسبتو هاوليك الداخل شوفو كيفاش يجي خيوط 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 الداخل يعني ما كاش ما اخفو اسهل من هاد الخبز ويجي بزافة بنين قدو ديرو مام صغار هاكدا بش ديرو بهم دي ساندويتشو كامل نقولكم خياتي شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة دونك كانت هدي هي الفيديو تاع النهار اليوم ما شاء الله تكون نالت اعجابكم ما تنسونيش بجام خياتي نقولكم احبوكم في الله في امان الله